شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المعروف بشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل أسباب القوة عند هذا الرجل قالوا أهم سبب لديه الالتجاء إلى الله توحيد الله والإخلاص وكان رحمه الله إذا أشكل عليه شيء أخذ يدعو والتجئ إلى الله كان لديه همة عجيبة في تحصيل العلم كان يراجع في تفسير الآية الواحدة أكثر من مئة مرجع في التفسير في الآية الواحدة قوة في التأليف يقول العلماء في ترجمة شيخ الإسلام شيخ الإسلام لا يعرف هذا الذي نصنع الأيام هذه في التأليف قص لسق قص لسق بحث في دقيقتين شيخ الإسلام كل كتب كل كتب شيخ الإسلام هو فيها قائل لا ناقل قائل لا ناقل يكتب من حفظه يكتب في يوم ما يكتب الكاتب المتمرس على الكتابة في أسبوع لم يؤلف لم يؤلف كتاباً واحداً من أجل التأليف قال أريد أكتب كتاب أؤلف كتاب حتى ينتشر بين الناس ألفوا فلان ابن فلان المحقق المنقع أسد المنابر الخطيبة المسقى ما يوجد هذا عند شيخ الإسلام لم يؤلف كتاباً واحداً من أجل التأليف ألف من أجل حاجة الناس كل كتب شيخ الإسلام هو فيها راد لا مردود عليه لم يثبت عن شيخ الإسلام أنه تراجع عن شيء من كتبه نعم رجع المؤلف رحم الله تعالى عن شيء من أقواله كما يحصل عند أهل الاجتهاد أما أنه رجع عن شيء من كتبه لا كذبوا عليه وأرسقوا به بعض الكتب دعاء ختم القرآن رسالة في جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن في القديم كان أعداء الشيخ شيخ الإسلام يقابلوا بالرد في هذه الأيام لا لا تغير الحال أعداء شيخ الإسلام في هذه الأيام ماذا صنعوا أخذوا كتب شيخ الإسلام وحققوها ووضعوا فيها وزادوا نعم ونقصوا أشياء وبدلوا حتى جاء الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في مشروعه الذي أشرف عليه العناية بهذا التراث تراث شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الرجل كلمات أصبحت سائرة ومحفوظة من الطلاب بالصبر واليقين تنال الإمام في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يوقنون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وغير هذا من الكلام تكلم حمى الله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل سبب لدحر وإيقاف ثلاثة من أكبر وأقوى وأضل الفرق الضالة من الصلاة وعافية السلام حياة شيخ الإسلام كان رحمه الله يعني جاد في هذا الأمر لم يعرف لا اللعب ولا السخرية والاستهزاء كان الذي يحضر لمجلس شيخ الإسلام يتذكر الآخرة لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخ الإسلام لا غيبة ولا نميمة يقول كان إذا جلس وتحدث تزدحم العبارة في فيه من قوة استحضار رحمه الله إذا أخذ يستدل من القرآن يقول ينتقي من القرآن حيث شاء كأن القرآن بين يديه بل أنهم كانوا يقولوا حتى أكثر من هذا مجدد مؤلفات شيخ الإسلام لا يعرف في الإسلام مثل شيخ الإسلام في التأليف إطلاقا لا يعرف في الإسلام مثل شيخ الإسلام له أكثر من ألف مؤلف إذا أرادوا تعذيب شيخ الإسلام أخذوا عنه أدوات الكتابة هذا التعذيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى البعض يقول والله عجبني شيخ الإسلام إلا إلا ماذا إلا في أنه لم يتزوج قال لا ما يمكن إلا هذا لا أبدا شيخ الإسلام رحمه الله لم يتزوج لا رحبانية بل شغل رحمه الله في الجهاد والتأليف وسجن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يقتدي بعلماء السلف قال لا بد أسجن لا ما يمكن هو ما أراد أن يسجن أصلا مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه مكنوا الله سبحانه وتعالى من أعدائه وقال له السلطان ماذا تأمر في هؤلاء نعم إذا قال لك السلطان ماذا تريد نفعل في هؤلاء قال تركهم تركهم لله كان أناس في زمن شيخ الإسلام يدخلون النار ولا يحرقوا فجاء شيخ الإسلام إلى السلطان وقال ندخل أدخل أنا وهم إلى النار والكاذب تحرق النار فرحوا وقال نحرق شيخ الإسلام بهذا ونتهي منه ولا يرد علينا أحد فقال نخلع ما علينا من ملابس ونقتسل بكذا وكذا وندخل والكاذب تحرق النار عابوا على شيخ الإسلام أمور منها أنه لما تزوج وذكرنا عابوا عليه أنه لم يقبل شيء لا قليل ولا كثير من الناس عرضوا عليه أموال سلاطين أمراء يعطوا شيخ الإسلام أموال لم يقبل شيء أرادوا يقدحوا في شيخ الإسلام وإذا هم يمدحوا زهد وورع وإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي ذكرنا علماء أهل السنة والجماعة يذكرون تراجم العلماء لكن نادرة لا دائمة لأن الميزان الذي يوزن مع عليه الناس بما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن الميزان هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضو الله عليه وهذه الترجمة قلنا أن فيها هو فيها متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا خالف فمردود ترجمة نانسي قنقر